يواجه نحو خمسين مدنياً خطر الموت بعد تدمير منزلهم في منازلهم في منطقة البورصة غربية الموصل بفعل ضربة جوية للتحالف الدولي وقالت مصادر محلية إن نداءات عاجلة واتصالات من محاصرين بالموصل القديمة تفيد بحشر نحو خمسين مدنياً بينهم أطفال ونساء تحت أنقاض سرداب قديم بعد انهيار المنزل مضيفاً أنه انهار عقب استهداف موقع قريب منه بضربة جوية تسببت بدمار كبير في المكان مع الغياب التام لأي فعاليات للإنقاذ